منذ أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وتجديد العقوبات الاقتصادية على إيران تصاعدت التوترات بين البلدين حتى صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في خطوة تصعيدية جديدة إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية سيسمح للولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات خاصة فيما يتعلق بمشاركته في الاقتصاد الإيراني والذي يستحوذ على 20% منه ترامب وصف الحرس الثوري بأنه أدات طهران الرئيسية لتوجيه وتنفيذ حملاتها الإرهابية العالمية فيما أكدت الخارجية الأمريكية أن الحرس الثوري خارط في نشاط إرهابي منذ نشأته وأن لديه مخططات إرهابية في أوروبا وأفريقيا لكنها لم تتطرق للوجود المستمر للحرس الثوري في سوريا والعراق واشتراكه في قتل مئات الآلاف من المدنيين مما يشير إلى علامات استفهام كثيرة بشأن توقيت الإعلان الأمريكي المرشد الإيراني علي خامناء دافع عن الحرس الثوري وقال أنه واجه الأعداء في الداخل والخارج وإن أمريكا فشلت في عرقلة تقدمه حسب وصفه فيما وصف الرئيس الإيراني حسن روحان الولايات المتحدة بزعيمة الإرهاب العالمي ردا على التصريحات الأمريكية قادة في الحرس الثوري الإيراني أكدوا أن القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط وحاملات الطائرات في الخليج العربي في مرمى نيران الصواريخ الإيرانية وعاد الطهران ما تهدد به منذ عقود دون تنفيذ بالتعطيل شحنات النفط في مضيق هرمز إذا حاولت الولايات المتحدة خنق الاقتصاد الإيراني بوقف صادرات النفط وفي الوقت الذي يصنف فيه الحرس الثوري منظمة إرهابية يرعى فالح الفياض رئيس هيئة ميليشيا الحجد تجمعا كبيرا لتكريم قتل حرس الثوري الذين سقطوا في المواجهات العسكرية مع تنظيم الدولة في العراق وبالرغم من التصنيف الأمريكي لحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية خاطرة وتوقعت بحذو عدد من الدول حذو الولايات المتحدة الأمريكية بهذا التصنيف إلا أن قادة الميليشيات الطائفية منفكوا يدافعون عن الحرس الثوري ويؤكدون ارتباطهم المباشرة بخامنعي